دائما كنت لسه بقول من شوية اللي بيعملوا الموسم ده كابتن طايا العشري مع طلاع الجيش هو أقرب للإعجاز وليس الإنجاز لا تتكلم في فريق بالمقارنة بالصرف والأمور المالية الكبيرة بفرق كثيرة في الدوري زي بيراميز زي فيوتشر زي سيراميكا زي فاركو زي البنك الأهلي والأهلي طبعا والزمالك وكل الفرق دي وطلع الجيش يكون ينافس على المركز الرابع والدخول في المربع الزهبي من نتائج مبهرة ومدهشة هذا الموسم فكل ده بالتأكيد يحسب الجزء الأكبر فيه للكابتن طارق العشري المدير الفني اللي بيعرف بيعرف يتعامل مع أي ظروف ومع أي مجموعة لعبين طبعا جيش صحيح عنده مجموعة لعبين مميزين بس اللي خلى برضو اللعبين مميزين ويظهروا ويبقوا أرقام وأسماء في السوق دلوقتي وكل الناس تبقى عايزة لعيبة طلاع الجيش أكيد مدير فني ومدرب كوف هو الكابتن الكبير كابتن طارق العشري يا كابتن طارق بهنيك على المستوى بشكل عام وبهنيك على الفوز النهاردة قدام أمبي شكرا كريم تحياتي ليك ولو أسرة البرمانة يا حبيب تحياتي يا فندم مشرفني ومنورنا مباراة النهاردة أكيد مش سهلة وأكيد مش هينة وخاصة يعني كان في بعض الفرق تتحدث عن فكرة أنه التموح ما فيش أولي الحافز خلص بعد الفرق التي تأهلت رسميا إلى الكونفدرالية ودور الأبطار أفريقيا ورغم كده طلاع الجيش كل مباراة يا يفوز يا يتعادل والخسارة دي حاجة نادرة جدا واللهنا عندنا التموح متجدد يا كريم والحمد لله رب العالمين ماشيين فيه بخطة ثابتة وبنحاول بقادر الإمكان بعد ما اقتحبنا المكان ده نحن نافذ بجدهية عن المركز الرابع والولاد سراعاتنا بشكورهم يعني متجاوبين بشكل جبير جدا جدا ويعني ربنا ما يعني لا يرقى الأجر لمن اللي حسن عمل صحيح الولاد سراعاته ده وانا ضغطت عليه بشكل جبير جدا أجل الإدارة يعني برضو إن الأمامة يعني عامل بطفرة كويسة جدا في الحوافز التي تلاعبين وده برضو مساعدني بشكل كويس والحمد لله حقنا ما كان يستحقه سريق سراع الجيش وده يمكن أنا اللي بحبش تغل فيه دائما السرق بتاعتي تبقى دائما من الفرق المسلط على الأضواء زيما تقولت كل العيبة فقد مستوىها بشكل كويس جد المهم المواصلة لأنه عندها تلات مباراة مهمة في راميكا أهل إسماعيلي المهمة مواصلة المشوار إن شاء الله بوسك بتنطري أنا أقول لك حاجة اعتمال أنا اللي بقولها بس برضو عايزة أسمع تعليقك حراك من المداربين اللي مش واغدين حقهم بالشكل الكافي إعلاميا في مصر يعني دائما الناس تتحدث مين أفضل مدارب في مصر ولسين أوصاد مين أفضل مدارب في مصر ولسين أوصاد ومن زمان حراك في الدور المصري مع كل فريق بصمة وبصمة كبيرة الحراك مقصر مثلا في الأمور الإعلامية فهي دي اللي ما بتعملش هذه الدوشة الإعلامية عشان دائما بقول إن كابتن طري العشري لو بالأرقام فهو أفضل مدارب في مصر ببساطة شديدة هذا الموسم صحية مين أفضل لعب لكده طريق حراس الأدود بطولة فأنت عارف الإمكانات اللي احنا بيستغل فيها الحمد لله رب العالمين الكل بيصني علاها بشكل كويس جدا صحيح طبعا يا موضوع الإعلام أنا يمكن دائما ما بحاجة تتكلم عن نفسي تغسيب إنها أسهول عمل هو اللي بتتكلم صحيح هذه تشايف الحمد لله رب العالمين لما احنا اكتهادنا واشتغلنا كويس الحمد لله رب العالمين مزبوط كل اللاعبين بقى زي ما كنت بقول دلوقتي يا كابتن طارق يعني عدد كبير من اللاعبين في طلاع الجيش بدأوا يبقوا أوراق في سوق الانتقالات يعني الأهلي عايز 2-3 لعيبة الزمالك عايز 2-3 لعيبة بقى الأندية الفريق كله يعني الناس بيتعينهم عليه بقى سوق حلو للأندية انت هتقدر تحافظي ازاي على الكوام دوت الفترة اللي جاي شكرا احنا طبعا اللي ده هدف انا من ساعتنا جيت وحطت هدف للمكان عشان نوصل للمكان اللي انت شايف حدي صحيح وعشان توصل للمكان دي كابد من تعب يعني الكلام ده مجايز صدفة لا بالعكس كان تعب تعب لقوب واستمراء مستمير مع اللاعبين ولعيبة حارجت نفسها كتير جدا تشكت لعيبة تطورت وازعت مطلب لكل الأندية صحيح ولكن المفترض ان المكان ليه هدف اللي احنا عاوزين مش المهم الوصول للمكان دي زي ما بيقول لك ده مش المهم الوصول لقنة لكن المهم المحافظة على القنة صحيح فعشان تقدر تعافظ السنة دي والسنة الجاية بالمواسم اللي جاية انك تتنافس في المناطق اللي زي دي فعا فرق يعني بتأفوقك في الميزانيات والقوالي بتتعلعبين طبعا كنات المادية فانت لابد ان انت تواكب الحدث بشكل كويس جدا وتكون على قد المسئولية تقدر تحافظ نمرة واحد على اللاعبين بشكل كويس وتدعمهم لعبين تاني جيدين عشان تقدر تتطلع للأفضل في اللي جاية مكان يستحق الأفضل مكان يستحق الأفضل طيب ده ما يمنعش انه يتخططه بشكل كويس جدا لمستعبل اه محتاج يتخططه بشكل كويس جدا لمستعبل لشاني بوصل اللي جاية لان انت ده بوعتي ان شاء الله بإذن الله عدنية في مركز متقدس صحيح المطهوب منك انه تحافظ على المركز ده تتحافظ على المركز ده لعيبة بتاعتك لازم تحافظ على بشكل كويس وتدعمها بشكل كويس مع تحفيز جاية للولاد بشكل كويس تعديل بعض المعقود شفية بما يناسب المكان بما يناسب المرحلة عشان تقدر التارجد اللي انت عاوز تفسير بص ده ما يمنعش كابتن طوري زي اي نادي في العالم وبيشتغل بشكل تسويق جيد انك ممكن تبيع بعض انك ممكن تبيع بعض اتفضل مثل مش المرحلة دي لابد انك اتعمل ثبات الاول وبعد كده تبتدي تمشي في الاتجاهين ان انت ما تتأثرش فنيا وتقل في التارجد بتاعك مهم جدا تعاوز على التارجد ده عشان تتعافز في المرحلة دي انك تتعافز اللي عادي بعد كده لما توصل للطورية الجيدة دي هدى تتخرج لاعب واثنين وبعدين تبدأ بتعمل عاملية التعوي طيب ده معناه ان الموسم اللي جاي مفيش لاعبة من طرق الجيش خارجة من الفريق والله ده اتفاق مع مجلس اي محمد اه مجلس اي ده ولا محمد بسام اه اه نفس الامر محمد بسام جدد اه جدد وطرام جدد بخلاص ميكمل مع الفريق كابتن الكبير كابتن طارق العشري الموديل الفني لنادي طلع الجيش انا بشكر حكا شكرا جزيلا على هذه المدخلة اداء رائع ومستوى كبير وكلمت كتير عن الكابتن طارق العشري واداء ومع كل الفرق اللي بيشتغل معاها بصراحة شديدة اشتركوا في القناة